مع برومو سبور ديما ربح ستاد ميد ستاد ميد ستاد ميد كل فين وجمعه من 20 ساعتين للاربعة ومتاع العشرية مع امير بوكا على راديو ميد ستاد ميد مرحبا بكم الناس كل مرة اخرى عبر موجهة راديو ميد في ستاد ميد موصي معاكم للاربعة ومتاع العشرية باش نحكيه على اخر اخبار محترفين خارج حدود الوطن لكن طو باش نحكيه على الدوري الافريقي الوداد المغربي اللي يقترب من لقب الدور الافريقي قرب برشا بعد انتصار البارح في مقابلة الذهاب في المغرب اثنين واحد على فريق سانداونز برشا كورا برشا جرينتا كورة قدم ووجه مختلف لكورة القدم الافريقية الارقام شنو تقول الاحصائية شنو تقول هل يستطيع الوداد ان يحافظ على نتيجة التقدم في الذهاب في المقابلة القادمة ايابا في جنوب افريقيا نهار لحد القادم تحديدا ضد سانداونز وإلا سانداونز باش يعمل مستحيل والريمونتادة ارقامنا مع وهبي هوي ساشنو تقول ارقام عندك وهبي امير مباراة سانداونز والوداد البيضاوي الحقيقة من اكبر المباريات اللي شفناها فنيا من افضل مقابلات والحقيقة فهم تطور كبير في الكورة الافريقية كروا مستوى مباراة الوداد البيضاوي امام فريق سانداونز الجنوب افريقي نحب نبدأ المباراة البارح بعض الاستاتيستيكة اللي شفناها في المباراة اللي نشوفه مثلا العداد التاميرات ما بين جوز فرق نحكيه على الوداد البيضاوي لعب 362 باس منهم 308 باس اصحا بار كونتر فريق سانداونز باش نعرفه قيمة الفريق هذالي مهما كان المنافس متاعه خارج ميدانه كيفاش يرعب يستحوذ على الكورة 384 تمريرة منهم 323 تمريرة صحيحة كنشوفه عدد التزديدات مثلا امير في مباراة البارح مباراة سانداونز والوداد الوداد كان سدد 8 تزديدات فيهم زوز مؤطريين والهدف جاء عن طريق الخطأ باش نشوفه الهناي الرقم هذالي ايه كان اونجول هو في شاطل وليه يعني تزديده من منتصر الاحتمال لكن مدفع للسانداونز هو اللي سجل الهدف بالنسبة للش نحكي على ايضا الملاعبية المهمين في زوز في رق نحكيه على فريق سانداونز اللعب لوكاس ريبيرو اللعب البريزيلي هذالي منذ انطلاق الموسم هو اهم لعب تقريبا في الفريق مسجل خمسة اهداف منذ انطلاق الموسم نحكيه هنا على مستوى الدوري عمره 25 سنة اكثر ممرر بالنسبة للفريق هو اللعب بيتر شالوليل 30 سنة اللعب هذالي من ناميبيا لعب زوز دوباسكلي الهنا نشوفه انه وقتين يشوفه يكون عندك كشفين ملاعبية نجم تعرف كيفاش تستكشف الملاعبية في القارة الافريقية لانه السنين الاخرى كثر الاحديث على انه معاد شما مواهب حكيت على التمريرات وعلى نسبة وعداد التمريرات نحكيه على فريق سانداونز هو واحد من اكثر الفرقة اللي تستحوذ على الكرة امام المنافسين الكليكا ومهما كان المنافس في مباراة الاهل المصري سانداونز وصول نسبة استحواذ جاوزت 72% باش نعرف الرقم اللي هنا الفريق هذالي في المعدل الاستحواذ متاعه 66.5% نعطي بعض الارقام على الويداد والسانداونز منذ انطلاق الموس بالنسبة للفريق الويداد البيضاوي العب 15 مباراة نحكيه قبل المباراة البارح فاس في ثمانية مباراة التعادل في اربعة ونهزم في ثلاثة ونشوفه الهناه رقم سانداونز لعبت 19 مباراة 14 فوز وخمسة تعادلات دونك بالارقام سانداونز افضل سانداونز افضل وافضل نجمه قوله برشا لانه حتى زوز هزاي ما اللي انهزمهم كانوا على مستوى مباراة كؤوس وعن طريق ركلة الترجيح يعني تشوفه الهناه الفريق هذالي مباراة نهاية امام فريق اولاندو بيراس ذمن كأس ام ام تين بالنسبة للويداد البيضاوي الحقيقة اهم الارقام اللي نجمه نحكيو عليها هداف الفريق هو شرق البحري اللي مسجل اربع هداف على مستوى البودولة الفريق لعب ستة مباراة منذ انطلاق الموسم مسجل عسرة اهداف وقبل خمسة بونتو وثلاثة مباراة كانت بشباك نظيفة معدل الاستحواذ تاع الفريق هذالي هي خمسة وستين بالمئة نحكيو على متوصل الاستحواذ متاع الويداد البيضاوي مهدي مسلمين مش نختم موضوع الويداد وسانداونز النهائي الدور الافريقي اللي بصراحة نهائي وشرف كورت قدم الافريقية بالنسبة للاداء خاصة مقابلة شفناها البارح هل يستطيع سانداونز قلب الطاولة على الويداد ولا صعيبة شوي بتبعات الحال امير ما تنسيش كونه اسبقية الهدف اللي سجلوا ماميلودي سانداونز البيضاوي في الدر البيضاوي بالذات هدف ما انا اغفotes أنا انا انتصور معما يا جيد buyer في جنوب افريقيا لا تسجل تسجلiber حנו تعني انا60 насколько عندك عناصق الارقام وهبي وليس هناك توفيدي فيちらية الпонPod يعني انتصار الويداد مالعب الطاولة يا مالرزاطي البيضاوي أي حسن سيناريو اللي لويداد theres mean you Gabriel سيجل ماميلودي سانداونز الهدف الأول كيما مسيس يعني يصير في في اللقاءاته اللي تجمع في جنوب افريقيا ولي هو ففوري خطر لي سكور اثنين واحد راي خايبة برشا ستان سكور بيش مشكيمة واحد بلايش مشكيمة اثنين بلايش بالطبيعة يعني طويقا متزال ما تلعب حد شي نحنا شفنا البارح ما لحمة كوراوية يعني الحقيقة تمتعنا وسيناريو متاع مباراة ممتع وممتع للغاية لكن متزال ما تلعب حد شي نتصور لنا لقاء جنوب افريقيا. لكن شكون في الذهاب اثنين واحد اذا تسجل ويدد بونت ويجب سانداون سجل ثلاثة اهداف ماتي. لا تسجل زوز اهداف باش تضمن التعادل. التعادل اللي نحكي انا اللي تتويج باللقب مطالبة بتسجيل ثلاثة اهداف كاملة. اي هما زوز اهداف نتصورها في متناولها يعني حتى كان يعني قبلة هدف ضد مجرى اللعب وإلا تمكنت الخطر قوية الويداد نحب ولا نكره يعني. ما مميلو دي سانداون نجم تسجل للمزوز اهداف ضمن تصورها. خاصة في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا بالذات خاصة في جنوب افريقيا. واهبي من نسلك انت السؤال هذا. معناها في البطولة هذه المقابلة الوحيدة اللي لمسجل شفايا سانداونز على الارضية ميدانو كانت امام بيترو اتليتيكو انها 24 اكتوبر تحديدا سينو ما سجل ضد الاهلي كذلك. سجل ضد الاهلي هدفي جنوب افريقيا. وبيترو اتليتيكو سجل اهداف في انجولا بيترو اتليتيكو ليس بالوداد المغربي. كنشوفه حتى على مستوى البطولة للجنوب الافريقية. دي ما يسجل معناها سانداونز خاصة على ارضية ميدانو معروف بتسجيل الاهدف. سانداونز من نوعية الفرق اللي ما يحبش يلعب الدفاع. وقت اللي يلعب الدفاع يلقى مشاكل كبيرة. الناس اللي تفرجت في مباراة البارح تفهم فاش قاعد نحكيه بالضبط. لانه فريق سانداونز وقت اللي يمتلك الكورة يعشق انه الفريق اللي قدامه يلعب الدفاع. ببساطة لانه كل فريق يلعب ضده الدفاع بفريق سانداونز وبنسبة كبيرة برشة مش يسجل الاهداف. وقت اللي نحكيه انه سجل امام الفريق البيترو اتليتيكو واحد من احسن الدفاعات واحسن فرق في افريقيا نحكيه على ارضية ميدانو. اه نحكيه سجل امام الاهل المصري وسجل امام الويداد البيضاوي في المغرب. هذه حاجة ما هي سهل. واضح تنحكيه باكتر تفاصيل على المقابلة هذي نهائية لدوري الافريقية في النسخة الاولى نهار لحد القادم وقابلت العودة نهار الجمعة ان شاء الله تنحكيه علي باكتر